لان مش بس المؤهل هو اللي بيشغلك تلازم يكون فيه پرسونال معين وعيش ازاي تجري مقابلة شخصية وزاي تكتب سي فيه وزاي انك انت تتعامل مع الاخرين موال كبير وعندنا بردك دورات لكيف تجري مقابلة شخصية وتكتب سي فيه وزاي تتعامل مع الانماط المديرين المختلفين وزاي تحلق يعني الموضوع جد الموضوع احنا اخذينك واسقفية شباب جد ونتمنى من كل قلبنا ان اللي بيشتغل فيه خدمة مش عايز اقول خدمة توظيف خدمة التنمية الاقصادية لان التنمية الاقصادية اشمل لان توظيف دي حاجة ممكن يروحه ويرجعه يرايح رايح جاي فلازم تبدأ بالتوعية وتغيير الفكر والتدريب والتأهيل ثم اوظفه لكن بدون ما يفهم يعني بنات ولا شباب يروح يعملوا مقابلة شخصية وهم ريحتهم وضوفرهم ولبسوهم وعادتهم والاي كونتاكت والبادي لانجوج وردوده على الاسئلة والموبايل اللي عمال يشغال عمال يرن طب بعد اذنك انا مش عارف هتكلم في التليفون هو قاعد في الانترفيو او يرن او رايح بكوتشي او رايح ببادي ولا رايح بتيشرت شبابنا زي الفل بس محتاج كبير يقف جنبه ومحتاج الكنيسة الناس الخبرات فيها تتجمع وتنشو اللجان للتنمية الاقتصادية علشان تشتغل باحتراف وتشتغل بجدية والتزام وبتخطيط لكن كده ان احنا اعلق على حطان الكنيس او اعلق على حطان الاماكن الوظيفة الموجودة او الناس تاخدوا الوظيفة وتروح لازم اختبر وعملوا تيست انترفيو قبل ما بعثوا علشان ما بعثش الرجال العمال اي حد لا موضوع محتاج ادارة او محتاج لجنة متخصصة من كبار رجال الناس الخبراء في مجال العمل ويكونوا بيتدار عن طريق احتراف مش طريق عن طريق ربنا عوضك علشان يقدروا ان هم يحققوا ان الولد يروح للمكان المناسب مش عشان ده جاي من طرف ابونا او طرف فلان ولا علان بروح اشارع له اكيد فاتمنى من كل قلبي وانا ب يعني انت نستيني وكان من الاول خالص كان مفروض ان انا اشكر القائمين على المحطة جد مستر اليا وطبعا ربنا هنايا حالد دكتور ساروال بسيلي اللي هو كان احد الاضلع المهم جدا في نشأة خدمة التنمية الاقتصادية في الكنيسة الريزوكسية من من التسعينات فانا بشكركم وبشكركم ان كنتم مهتمين فعلا بالشباب لان الشباب وبالذات التنمية الاقتصادية اكلم عليها ان التنمية الاقتصادية لو انت اهتمتي بها اهتمام قوي وخدت وضعها جوه لخدمة الكنيسة زي ما فيه خدمة الكتاب المقدس زي ما فيه خدمة للكرال وخدمة للمسرع وخدمة للمسنين وخدمة للايتام خدمة اهتمام بخدمة التنمية الاقتصادية قادر أن يحل ستين لسبعين في المية من مشاكل الأسرة المسرحية لأنها معظم بيوتنا فيها مشاكل وتعتمد على القدرة على الانفاق إحنا كلاجنة عندنا خمس أهداف مساعدة الشباب مساعدة الأسرة مساعدة أخوة الرب لتحويلهم طاقة إنتاجية مش طاقة سلبية مساعدة المساجين وأسرهم عشان أولادهم دول زنبهم إيه وساعدة الزو القدرات الخاصة